افتتح محافظ القاهرة خالد عبد العال أعمال تطوير ورفع كفاءة الورش المركزية لإصلاح السيارات بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بالزاوية الحمراء أشار المحافظ خلال تفقده لأحدث المكينات التي تم مد الهيئة بها إلى أن الهيئة تشهد كل يوم تطويرا جديدا لرفع كفاءة العمل بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين وأكد على تقديره لكافة العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان وأمانة في كافة الظروف والأوقات مضيفا أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة